استقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو ضمن زيارته دولة الإمارات المشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28 بشأن تغير المناخ الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي وخلال اللقاء بحث الرئيسان علاقات التعاون بين البلدين وأسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وتبادل الجانبان في الشأن السياسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهميته الدفع باتجاه إحلال السلام العادل والدائم الذي يوفر بيئة مناسبة للاستقرار والتعاون والتنمية لمصلحة شعوب المنطقة كافة وفي شان الفلسطيني استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار صاغته دولة الإمارات العربية عن المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية ويطالب المشروع الذي صوت لصالحه ثلاثة عشر عضوا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وقال المندوب الأمريكي في المجلس بأن بلاده استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي كونه لا يدين حركة حماسة الفلسطينية ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي المقابل قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال جلسة الأمن بأن نتيجة التصويت كارثية مضيفا بأن ملايين الأرواح الفلسطينية على المحك أكان قبل التصويت على المشروع العربي قد شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة سكان غزة وحث مجلس الأمن على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة وقال الأمين العام إنه أرسل خطابه إلى المجلس الأمن مستخدما المادة تسعة وتسعين من الميثاق لأننا وصلنا إلى نقطة الانكسار حسب تصريحه وهناك خطر كبير للانهيار التام لنظام الدعم الإنساني بما سيخلف عواقب مدمرة على الأمن والسلم الدوليين وعلى إثر ذلك وصفت دولة الإمارات الهجوم على قطاع غزة على مدى شهرين كاملين بالمروع وأضافت بأن الصراع في القطاع انتقل الآن إلى مرحلة أكثر خطورة عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي نقل عمليته إلى جنوب قطاع غزة جاء ذلك خلال كلمة لنائب المندوب الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة محمد أبو شهاب لمن جلسات مجلس الأمن لمناقشة قضايا الشرق الأوسط وخلال الكلمة طالبت دولة الإمارات مجلس الأمن بالتحرك الفوري لفكر حصار عن قطاع غزة ووقف قتل المدنيين والموظفين الأمميين داخل القطاع ووصفت دولة الإمارات الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بالمروعة ومؤكدة بأن نقل العمليات العسكرية إلى جنوب القطاع نقل معه الأزمة الإنسانية إلى مرحلة أكثر خطورة وأضافت بأنه أصبح بذلك لا يوجد أي مكان آمن ودعت دولة الإمارات إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بشكل آمن ومستدام كما أعربت عن خيبة أملها إذا استخدام حق النقض الفيتو لوقف إطلاق النار في غزة وأضافت بأن مجلس الأمن غير قادر على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية مشيرة إلى أن عدم اطلاع المجلس بمهامه قد يعرض المدنيين في جميع أنحاء العالم للخطر وضمن الإطار العربي أكدت المجموعة العربية في مجلس الأمن خلال مؤتمر صحفي بذل كامل جهودها الدبلوماسية الدولية الرامية إلى وقف الحرب على غزة وأعربت المجموعة خلال المؤتمر الصحفي في مقر مجلس الأمن بمدينة نيويورك عن استيائها من عرقلة الولايات المتحدة لمشروع القرار الرامي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة كما أكدت استمرارها مطالبة المجلس بوقف الحرب التي وصفتها بالهمجية وأكدت المجموعة بأن المجلس والمنظومة الأممية لا تعير أي اهتمام بالمعاناة الفلسطينية مضيفة بأن صمت المجتمع الدولي لا يتناسب مع الهبة الإنسانية العالمية المؤيدة للقضية الفلسطينية وطالبت المجموعة مجلس الأمن بإرسال مراقبين لتقييم الحالة الإنسانية المتدهورة والتي قد تساهم في وقف حالة الحرب الإسرائيلية المستعرة وفي ذات الإطار عقد وفد اللجنة الوزارية لقمة الرياض جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكين لمناقشة الأزمة في قطاع غزة وأخلال اللقاء طالبت اللجنة الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الجيش الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار كما أعربت اللجنة عن امتعاضها من استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو لمنع صدور قرار مجلس الأمن الرامي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية وأجددت اللجنة للجانب الأمريكي رفضها مواصلة قوات الجيش الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني إلى جانب المطالبة برفع كافة القيود التي تعركل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأكدت اللجنة على أهمية إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المشروعة وأعربت اللجنة عن رفضها تجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية وبالتزامن طلب جيش الإحتلال الإسرائيلي سكان مدن جبالية والشجاعية والزيتون والبلد القديمة في شمال غزة بإخلاء منازلهم بشكل عاجل لتوسيع عملياته العسكرية وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية استمرار الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة شملت مدينة غزة وجباليا وخان يونس ودير البلح وفي ذات الصدد أكدت وزارة الصحة وصول أكثر من سبعين شهيدا وأكثر من مائة وستين جريحا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال على دير البلح في وسط القطاع وأضافت بأن مستشفى ناصر في خان يونس استقبل أكثر من ستين شهيدا خلال الساعات الماضية ووثقت مشاهد حجم الدمار التي تشهده مدن عدة في قطاع غزة جراء القصف المتواصل للاحتلال الإسرائيلي على القطاع وسط حالة إنسانية كارثية ترجمة نانسي قنقر